الثالثة عصرا بتوقيت القهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش مجز إخباري جديد يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أدى الرئيس عبدالفتاح سيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة بمقار مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة وشهد مقر المجلس جلسة أداء رئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة حيث بدأت مراسم الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية الانتخابات بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح سيسي بفترة رئاسية جديدة أعرب الرئيس عبدالفتاح سيسي عن تقديره للشعب المصري على تجديد ثقة به رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة وجدد الرئيس السيسي في كلمته عقب أدائه اليمين دستورية العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة في بناء دولة ديمقراطية متقدمة وأشار الرئيس عبدالفتاح سيسي لأنه منذ اليوم الأول الذي لب فيه نداء الشعب أقسم على أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية هو خياره الأول عرض الرئيس السيسي في كلمة ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وقال الرئيس السيسي أنه على صعيد علاقات مصر الخارجية فهناك أولوية لحماية وصون أمن مصر القومية وموصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف وعلى الصعيد السياسي استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها وتعهد الرئيس السيسي بتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتنفيذ إصلاح مؤسسي شامل وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإرادات ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وفي كلمته قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن صفحة جديدة من تاريخ مصر تسطر بأداء الرئيس السيسي اليمينة دستورية تحت قبة مجلس النواب في مقاره الجديد وضف رئيس مجلس النواب أن الواقع المصري شهد تغيرات ملموسة على أيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت قيادته مشددا على أن الرئيس استطاع رغم تصاعد واتيرة الأحداث من حول مصر أن يحفظ أمنها واستقرارها هذا ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية وشاركت مجموعة من الأطفال الرئيس السيسي في وضع الإكليل ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وعقب ذلك رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي علم مصر على أطول سارية في العالم بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية إذانا بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية أدانت مصر استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ورافضت مصر رفضا قاطعا لاعتداء على المشيئات الديبلوماسية تحت أي مبرر وأعلنت تضامنها مع دولة سوريا الشقيقة في احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيقة أدانت مصر الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة وأكدت مصر رفضها واستنكرها القاطع لاستمرار إسرائيل في استهداف المنظمات العاملة في المجال الإنساني والتي تقوم بدور حيوي ورئيسي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة ختم المجزة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكوكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء